السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة موعدنا مع الدرس الأول والثاني من الوحدة الرابعة للصف الخامس الابتداء منهج كناكت فايف كاي سو لت ستورت هنبدأ مع بعض في البداية هنتعرف على الجرامر أو القواعد في قاعدة مهمة جدا هي قاعدة الماضي المستمر ايه فكرة الماضي المستمر بنستخدم الماضي المستمر اذا كان الفعل مستمرا في الماضي يبقى لو الفعل اللي عندي كان مستمر في الماضي او كان استمر في الماضي لفترة معينة من الوقت نستخدم زمن الماضي المستمر طيب ازاي اعمل جملة في زمن الماضي المستمر افتكروها من اسمه هو اسمه ايه ماضي مستمر يعني في كلمتين يبقى انا محتاج فعلين محتاج فعل في الماضي ومحتاج فعل مستمر الفعل اللي في الماضي هنستخدم verb to be في الماضي يعني ايه يعني was aware دول طبعا حسب الفعل الفعل المستمر ده يعني فعل طويل طيب عايزين نطاول الفعل بتاعنا نضيف له ايه نضيف له ing عشان يبقى فعل مستمر وفعل طويل واي حد يسمع طبعا هيعرف ان ده فعل مستمر في الماضي نبدأ الجملة لو الجملة بدأت عندي مفرد يعني بدأت باي او هي او او ات او اسم مفرد يبقى تاخد verb to be was هنا مفرد ويجي بعدها فعل مضاف له ing يعني اقول مثلا he was reading she was reading وهكذا لو الجملة اللي عندي بدأت بجمعة we they you اسم جمعة نستخدم verb to be where للجمعة وبعدها فعل مضاف له ing يعني نقول مثلا we were reading they were reading you were reading وهكذا فكرتها بسيطة جدا زي من وزا ما اتفقنا لو نسناها نفتكرها من اسم الزمن اسمه ماضي مستمر ماضي بقى was where في الماضي مستمري بقى ing ناخد examples او امثلة عايز اقول انا كنت اطبخ في الساعة الرابعة بالامس انا يعني i مفرد يبقى تاخد was was i was فعل cook هنضف له ing يبقى i was cooking معناها انا كنت اطبخ ونقول بقى الوقت at four o'clock yesterday في الساعة الرابعة بالامس اذا كانوا يلعبون في الساعة الخامسة بالامس هنبدأ بهم they they دي جمعة الجمعة بياخد were they were وفعل play هنضف له ing يبقى playing they were playing كانوا يلعبون at five o'clock yesterday في الساعة الخامسة بالامس how to make negative نفي الماضي المستمر الماضي المستمر زي ما خدنا من شوية وشفنا فيه verb اسمه verb to be was aware لازم تبقى عارفين ان verb to be ده فعل مساعد في اللغة الانجليزية يعني ايه يعني هو اللي بيساعدني في كل حاجة ما بجيبش اي حاجة من بر لا بقى بجيب do ولا does ولا did ولا اي حاجة من ده كله طالما verb to be موجود هو اللي بيساعدني عشان كنتم ساميني الفعل ايه موساعد طيب ايه الفكرة هنا في النفي الفكرة في النفي ان انا هنفي verb to be بدل was تبقى wasn't نضف لها in apostrophe t او ممكن نضف لها not اقول was not الاتنين صح بدل where هتبقى weren't weren't نفيناها هدفنا لها in apostrophe t وممكن طبعا نقول where not عادي ما فيش اي مشكلة اللي بقى ما ننساش المفرد اللي هو i وهي وشي وات واسم مفرد بيجمعهم wasn't فعل مضف له i n g الجامعة we with that we you اسم جامعة weren't بعدهم فعل مضف له i n g مثال عايز اقول انا لم اكن اطبخ الغداء في الساعة التاسعة بالامس اكيد الساعة ما فيش حده يدبخ الغداء يعني اكيد ننفي القملة هبدأ ب i اي دي مفرد يبقى ننفي wasn't على طول i wasn't cook هتبقى cooking i wasn't cooking lunch at nine o'clock yesterday عايز اقول هم لم يكونوا يقرؤون قصص في الساعة العاشرة هم يعني they they جامعة يبقى ننفي ب weren't they weren't they weren't they weren't reading stories يبقى لم يكونوا يقرؤون القصص at ten o'clock they weren't reading stories at ten o'clock يبقى ما ننساش النفي ب wasn't weren't وبرضو الفعل لازم نضف له i n g yes or no question السؤال بهل هنقولنا من شوية ان was were فعل مساعد فعل مساعد ممم جدا طيب هنعملي هناخد الفعل المساعد اللي هو was aware ونقدمه قبل الفعل نبدأ بيه يبقى انا هبدأ بwas aware بعدها الفعل بعدها فعل مضاف له i n g يعني كأن اعملت عملية تبديل بسيطة بدل ما اقول مثلا he was في السؤال تبقى was he they were في السؤال تبقى where they وهكذا وبينجاوب yes or no وبينجاوبوا yes or no مثال where you're reading at six o'clock yesterday yesterday هل كنت تقرأ في الساعة السادسة بالامس ممكن اقول بyes or no ممكن اقول بyes تبقى yes i was or no i wasn't was he reading at nine o'clock yesterday هل كان يقرأ في الساعة التاسعة بالامس yes he was or no he wasn't or no he wasn't ده بالنسبة لل yes or no question او السؤال لا طيب السؤال بأداية استفهام السؤال بأداية استفهام فكرته بسيطة جدا ان احنا بنضع أداية الاستفهام قبل السؤال بهل هتقول لي ازاي احنا حفظين السؤال بهل was aware فاعل فاعل مضاف له ing حطه قدام أداية الاستفهام بس كده هنحط أداية الاستفهام في الأول بعدها was aware بعدها الفاعل بعدها الفاعل بعدها الفاعل مضاف له ing لما يجي اسأل ماذا كان يفعل في الساعة العاشرة هبدأ بما او ماذا يعني what what was he what was he يفعل doing what was he doing ماذا كان يفعل at ten o'clock yesterday في الساعة العاشرة بالامس عايز اسأل اين كانوا يذهبون او اين كنت تذهب عندما قابلتك يبقى where where you going where you going when i met you كلمة مات اللي هي الماضي من ميت ميت يعني قابل الماضي منها مات يعني قابلة الغدامات والكلمات الدالة طبعا احنا قلنا من شوية ان ده زمن اسمه ماضي مستمر ماضي مستمر يعني افعال كانت مستمرة بس ايه في الماضي فكرتها بسيطة جدا فاعل كان مستمر في الماضي امبارح الساعة 4 كنت مثلا نايم كنت بالعب كمبيوتر جيم كنت بزاكر كنت بقابل اصحابي فاعل كان مستمر في الماضي في وقت محدد في الماضي اهم الكلمات اللي بتستخدم مع الماضي المستمر كلمة all مهمة جدا يعني طوال النهار طوال الصباح طوال الليل طوال المساء يبقى اول ما نلاقي كلمة all نعرف ان الجملة دي في زمن الماضي المستمر برضو من الكلمات المهمة جدا من at وبعدها ساعة وبعدها yesterday يعني يقول لي مثلا في الساعة السابعة بالامس يبقى ده ماضي مستمر طب ممكن يجيب لي بدل at from بعدها ساعة ثو بعدها ساعة بعدها yesterday from 7 o'clock to 9 o'clock yesterday ناخد مثال مثال it was raining heavily at 7 o'clock bm yesterday يبقى كان تمتر بغزارة في الساعة السابعة بالامس شايفين استخدمنا ايه؟ ماضي مستمر قلنا was raining طب ايه كلمات الدلة at 7 o'clock yesterday مثال الاخر I was working all night كنت اعمل طوال الليلة I was working all night كلمات الدلة all night كده احنا تعرفنا على زمن الماضي المستمر هنبتدي بقى الوقت ندخل في الجزء الثاني الجزء الثاني هو زي ما انت شايفين كده عباره عن the postcard from nagwa the postcard يعني بطاقة بريدية from nagwa من nagwa في البداية بتقول يبقى hi Dalia يبقى بتحييها hi Dalia how are you how are you كيف حيالك I am missing you يعني انا مفتقداكي I am missing you طيب هي موجودة فين بقى ناقوة موجودة في Elphantine Island خلي بالكوا عشان دي مهمة جدا Elphantine Island اللي هي جزيرة الفيلة I am on the Elphantine Island أنا موجودة في Elphantine Island في جزيرة الفيلة طبعا جزيرة الفيلة دي موجودة في اسوان ومكان رائع وجميل And It's the most fantastic place يعني هذا مكان رائع جدا The most fantastic place طب موجودة فين؟ اتفعنا في اسوان It's in اسوان إنه في اسوان ويوجد الكثير لكي نراه هناك And There is lots to see There is lots يعني يوجد الكثير to see هاتي ابتدي بقى توصف لها بقى إزاي هي سفرت للجزيرة طبعا دي جزيرة بقى أكيد هنروح بالإيه؟ بالبوت بالقارب بتقول لها Yesterday بالأمس I was traveling by boat كنت مسافرة بالقارب To the island إلى الجزيرة With my friends مع أصدقائي We were trying to understand the elephant name كلمة try يعني يحاول و understand يعني يفهم يبقى كنا بنحاول إن إحنا نفهم الاسم بتاع elephantين ده الفيلة ده يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيك زيرة الفيلة We think it's a shape وبنعتقد إن شكلها هو السبب في تسميتها يعني إيه؟ يعني شكلها شبه الفيلف عشان كده سموها elephantine طيب elephantine island دي مكان قديم في أصوان ومليء بالتاريخ elephantine island is the oldest part of Aswan بيعد أقدم جزء في أصوان in fact في الحقيقة all the island is full of history الجزيرة مملوئة بالتاريخ full of history history التاريخ we went to the Aswan museum أو بعد كده ذهبوا إلى إيه؟ متحف أصوان we were looking at وبدأنا ننظر إلى all the old things أشياء قديمة جدا from the island من الجزيرة when we found a very rare calendar ووجدنا rare calendar كذو معي rare يعني نادرة calendar يعني تقويم تقويم نادر from the reign of totemus the third من reign reign يعني فترة حكم أو عهد أو عصر من فترة حكم الملك تحتمس الثالث totemus the third نكمل but it's only about history it's not only about history قلت لها بس النوضوع مش تاريخ وخلاص كده فقط ليس فقط تاريخ it's a beautiful and complete إنه مكان جميل وهادئ there is no traffic ما فيش أي حركة مرور ولا سيارات ولا أي حاجة so it's very quiet مكان هادئ جدا and the air is clean والهواء نصيف لأن ما فيش طبعا ملوثات وسيارات والحاجات دي كلها we can go for long walks نقدر نتمشى ونتنزه نزه طويلة there are no forests لا يوجد غبات في هذه الجزيرة but there are lots of trees ولكن يوجد الكثير من الأشجار so it's quite green مكان أخضر the sunsets are fantastic غروب الشمس رائع جدا particularly from fluka خاصة من الفلوكة فلوكة فلوكة المركب الصغير we were walking in one of the noobian villages كنا بنسير في أحد القرى النوبية this morning they have beautiful, brightly decorated houses لديهم مناذل مذينة ومزخرفة جميلة we had lunch there تناولنا الغداء هناك looking at the Nile كنا بننظر إلى النيل tomorrow is our last morning غدا هو الصباح الأخير لنا هناك so we are going to walk to the tombs of the nobles سوف نمشي إلى مقابر النبلاء throw the desert عبر الصحراء I'll be so sad to leave فأنا هبقى حزينة جدا أننا هترك المكان الجميل ده can't wait to see you soon ولا أطيق الانتظار حتى أراقي قريبا نجوة إذا ما نرى الإيميل اللي بعثته نجوة لداليا الواجهة مع الكلمات يريد listen and repeat اسمعوا وكرروا معي الكلمات دي كلمات مهمة mountain 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 جبل lake lake محيرة waterfalls waterfall waterfall أي شلال لو ضفنالها اس waterfalls تبقى شلالات forest forest غابة coral reef coral reef شعاب مرجنية island island حرف الاس هنا silent ما بيتنطعش يعني جزيرة history 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 تاريخ بوستكورد بوستكورد بطاقة بريدية fantastic 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 رائع calendar calendar تقويم traffic traffic ازدحام مروري فلوكا 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 عادية يعني مركبة تغيارة كده في النيل botanical 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 يعني نباتي shape 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 شكل museum 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 متحف rain 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 طب هتقول لحرف الجيدة silent ما بيتنطعش rain rain يعني حكم أو عهد sunset sunset غروب الشمس decorated 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 مزين temple temple معبد port port جزء rare rare يعني نادر كلمات أخرى calm calm هادئ miss miss يشتاق أو يفتقد find يجد town مدينة صغيرة nubian village قرية نوبية aswan botanical gardens حديقة النباتات بأسوان العمود التالي particularly يعني خصوصا travel يسافر understand يفهم city مدينة كبيرة aswan museum aswan museum أي متحف أسوان tombs tombs of the nobles مقابر النبلاء tombs tombs مقابر live live يغادر bright bright لامع أو ساطع from the reign of من عهد temple of Fila معبد Fila Elphantine island جزيرة Elphantine This is the end of the video I hope you enjoy the video أتمنوا أن تكونوا قد استمتعتم بالفيديو واستفدتم منه Don't forget to subscribe the channel وتنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الفيديوهات الجديدة أولا بأول ولو عجبكم الفيديو لا تنسوا عمل like وشير للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته